عشان نضيع تطرف من مخويا طيب دكتور الحياة أنه يمكن محور العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي من أهم المحاور اللي بيهتم بها المعرض السندي ويمكن مكتبة الإسكندرية بالفعل هي صباقة في هذا المجال تحديدا عايزة أعرف من حضرتك إزاي أولا مكتبة الإسكندرية قدرت أنها تهتم بفكرة الديجيتاليزيشن أو الرقمانة والذكاء الاصطناعي وإزاي قدرت تشارك بيه في معرض قرار الدولي كتاب طبعا الرقمانة دي هي مصير العالم المعاصر وإحنا كل التطورات اللي بتحدث في العالم المعاصر كل يوم مستجدات في مجال الرقمانة إحنا شغلين في الرقمانة في هذا المستوى على ثلاث مستويات في المستوى الأول بنحاول أن نحن الرقمانة الكتب اللي موجودة في المكتبة بالفعل وإحنا عندنا معمل كبير للرقمانة بيعمل حوالي 30 ألف صفحة في اليوم يعني عنده طاقة رهيبة في القدر على الرقمانة ولذلك إحنا لو قلنا رقمانة الكتب هنجد أن مكتبة الأسكنرية هي الأولى يمكن في العالم العربي ليس هنقول في العالم يعني اللي فيها كتب مراقبانة إحنا وصلنا لعدد ضخم جدا فوقنا منصف مليون كتاب ونحاول ليست كتب فقط إحنا بالرقم المقطوطات وبالرقم الخرايط وبالرقم المجلات المجلات بالرقم من الصخف يعني ممكن تجدي صخف بأكملها من ساعة مصادرة لغاية الوقت موجودة مراقموة في مكتب يعني تقريبا كل مقتناعات المكتبة يعني إن كان كتب أو زي ما حدتك قلت أو خرائط كلها يعني بيتم حفظها على مثلا الكمبيوترز أو بشكل أو بآخر أولا هي بتتحطى على موقع المكتبة ونتيح منها الحاجات اللي هي الحقوق الناشرة بتاعتها يمكن أن هي تكون حقوق عامة مملوكة للكل لأنه ما نقدرش إحنا كل كتاب يعني نفرض إن فيه كتاب صدر السنة دي مثلا وإحنا عملنا له رقمنا إحنا ما نقدرش ننشوره لأنه إحنا نتيحه للقارئ داخل المكتبة لأنه حدثك عارف القانون بقى يمنعك من أن أنت ودي صناعة كمان يا فندم لأن أنت بتتعدى على حقوق المؤلف فلما يبقى الحق متاح نحن ننشور إنما عندما لا يكون الحق متاح فنحن لا ننشور إحنا بنعمل حاجة تانية في الرقمنا ودي تعتبر حاجة مهمة جدا إن إحنا بالرقم المتاحف المتاحف المكتبة يعني إحنا بالاشتراك مع الجانب الإطاري عملنا رقمنا للمتاحف الأثاري اللي موجود داخل المكتبة الإسكندرية بحيث أنه من خلال الميتا فيرس من خلال نكتب الزدارة كده تقدر تطوف داخل المتاحف كله تقدر يعني تدخل داخل المتاحف وبنحاول أيضا من خلال مركز التراث اللي بوجود في القرية الذكية مركز التوثيق والتراث الطبيعي والحضاري في القرية الذكية ده يعني مخصوص عشان يعمل توثيق للتراث الطبيعي والتراث الحضاري الثقافي يعني كل النباتات والحيوانات والشجر والمسايد والكنائس والحصور وكلها بيعمل لها رقمانة يعني بيعمل لها أرشافة ديجيتال بحيث أنه إحنا كمان بنعرضها على حاجة اسمها الكلة الشرامة الشباب أو الزائرين المكتبة يقعد ممكن نديله نعرض له الحاجات اللي احنا بنمساقها بنعمل كمان أفلام قصيرة بدأنا نعمل فيها بدأنا نعمل سلسلة من الأفلام اسمها عارف عارف برضو هدفها رفع مستوى الوعي يعني احنا بنعمل الفيلم في مدة دقيقة أو دقيقتين وبنقول الشخص بيدخل كده بنحطه على الموقع اليوتيوب يعني القناة اليوتيوب اللي موجودة على المكتبة وده مشروع لسه هنطلقه يعني لم نطلقه احنا عملنا منه حوالي 30 فيلم وشغالين فيه إنه هو يعرف تاريخ بلده إنه مثلا عارف مين هو سعد الزغنون مثلا يعني بدي مثال بسيط جدا يدوس كده يدخل يدي له فكرة سريعة عن الزعيم ده كويس جدا ومهم للأجيال اللي جاية